إنها لحظة تاريخية السودان الذي كان غارقا بحرب أهلية أدت إلى انقسامه يشهد اليوم تنازلا ولو جزئيا للعسكر عن السلطة التي تعبت من الانقلابات والتدهور الاقتصادي الكبير الذي تعيشه البلاد لقد كان لنا الشرف كوسيطين ممثلين للاتحاد الأفريقي ودولة جمهورية أتيوبيا الديمقراطية الاتحادية أن نكون شركاء في مرحلة حاسمة من تاريخ الحديث لهذا البلد العظيم السودان وهذا الشعب العريق الأصيل الاتفاق السياسي الذي كان معارقلا بين المجلس العسكري الانتقالي وقواء إعلان الحرية والتغيير في السودان وقع أخيرا بعد اجتماع ماراثوني أجراه وفداد طرفين من أجل اتفاق على النقاط الخلافية بشأن إدارة المرحلة الانتقالية وتشمل نقاط الاتفاق بين الطرفين تشكيل المجلس التشريعي ونسب التمثيل فيه وتفسير بعض الكلمات الواردة في الاتفاق السياسي مثل الكفاءات المستقلة والتشاور في تعيين الوزراء هذه النقاط وأخرى تقول قوى التغيير إنه سيتم تضمينها في الإعلان الدستوري بوصفه وثيقة قانونية والتي تنظم العلاقات بين مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية التي تستمر ثلاثة أعوام والتي تسبق إجراء الانتخابات نحن في قوى الحرية والتغيير لدينا تحفظات على نقاط أساسية وجوهرية في هذه الوثيقة وقمنا بدراستها وما زلنا ندرس فيها وسنقدم رؤانا حول النقاط الخلافية الجوهرية سواء كان بالحذف أو الإضافة أو التعديل وسندخل اجتماع آخر يوم الجمعة القادم مع المجلس العسكري لمناقشتها وإجازتها إجازة الاتفاق السياسي ورضو حسم كثير من القضايا التي ستدخل في صلب الوثيقة الدستورية أمام هذه التحفظات تبقى هناك تحفظات أخرى لا تزال مطروحة ضمنيا وحتى علنا بما يخص اعتزام المجلس العسكري تسليم السلطة إلى المدنيين وهو الذي سيترأس المجلس السيادي لواحد وعشرين شهرا يليه رئيس مدني لثمانية عشر شهرا ويمنح قوى إعلان الحرية والتغيير حق اختيار رئيس الحكومة الانتقالية وهي خطوات إن لم تنفذ يبدو الشارع السيداني الذي انتفض بوجه البشير وعلى من تسنم الواجهة من العسكر الذين انقلبوا عليه يبقى جاهزا لا بل مستنفرا في مظاهرات لا تهدأ لتحقيق الانتقال السياسي وحتى محاسبة المسؤولين عن فضي اعتصام القيادة العامة إنها إرادة الشعوب من يتحدى هنا إن ثارت يمكن أن تصنع التغيير هذا ما يقوله المدنيون في السودان وصدقه العسكر أيضا ترجمة نانسي قنقر